أنا سوري أنا ولا مرة يعني أنا ما بحياتي قربت بهالإشياء أقرب فيها على إنسان تاني ما عرف قداش أنا ما جربت متل ما في ناس بيقولوا جرب لا 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 وبتحس هذا الأحساس أبداً يعني هو بيعرف قدا كان قريب مني بذات الوقت قدام أنه معرض أبداً لهالإشياء عرفت سيجارة كم سنة ضلت تتعطى؟ كنت تقطع فترات عرفتها شو تعطيت؟ أنا كنت يعني أساساً على التدخين بس وقعت بإشياء أنواع أدوية يعني تنعد بـ يعني كنت تدخين حشيشة؟ الحشيشة جرتك لأمورك؟ لا مش هي اللي جرتني ظروف حياتي والمحيط اللي كنت أنا محاوط حالي فيه وصلني لإشياء أنه خدا جربها هيني مبتا نهار صعب نهار حزين صار معي شي كتير صعب فبتذكر كان ساير معي حادثة كتير أنا لقالي شخصياً كانت أزيتنا مرجعتنا حادثة شخصية؟ لا لا حادثة عاطفية عاطفية أنا هيدا هدتني لأنه مثل ما قلتلك بالأول يعني واحدة بتحبك وما حبت طريقة حياتك وتركتها؟ لا مش هي أكيد في حب وفي أشياء وتركنا لأسباب براكتكال يعني أسباب عملية يعني وأنا كوني مقضة وقت كتير طويل لوحدة هالعلاقة بالنسبة لي كانت مثل 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 للحياة يعني مثل يعطتنا كانت النفس لألك يعني نفس يعني كانت عم تعطيك الأنرجي لك كمل حياتك صح صح فنهدت ونزلت مية بالمية وسيقبت أنه كمان بهذا الوقت نحط شيء قدامه وأنا يعني صارت مانع على أكتر مثل إدوية بتشبه هال فيها أوبيتس فيها أشياء أفيونة بس عملت ثورة كيف كنت تهدي يعني كنت تعمل فيديوهات تشبق ما في شيء عيش بك ما هال مشكلة ما في شيء كان عيش بك فترات هول إشياء ما كان حدا موجود دراكت حدا يلجمنا طيب أهلك هون ما لعبوا دور؟ ما أنا ما مردع حدا مجرده كيف رددت على صديق إذا ما بتردع حدا جزاف شو الدور اللي لعبتت في أوقات كتير مثلا كنت أحكي أناوية مثلا يعجني هد اللعب شوية يعجني همش هيك لازكن أروأ لازكن أسلس هو برجع بقليك الظلم اللي تعرض له قبل كان خلص يعني سوري على تعبيل هو بيفهم هو بيفهم يعني أنا متعانت آه لحظة لحظة شوية أنا كل عمري هيك ما بخلي حدا يأزيني بدك تأزيني طيب مين أزايك؟ أنا اللي هلأ بعد ما فهمت أنا بأزي حالي مين ما بدي أقول مين ما بدي أحكي عن مين لأنه يعني هولي ناس عم تحكي ناس بالمهنة بمهنة التمثيل نعم أكيد بمهنة التمثيل هني بدون يودوك لأنت تتعطى وتكره الدمكرة ما بحطه على حدا ما حدا ودانا لمحل بس أنا شخص عايش كرمال مهنة موظف كل حياتي كل شي عملته بحياتي صح بس أنت ما تركت شركة إنتاج ما تركت نجمة ما تركت حدا اشتغلت معه يعني صار طلع سيت عن مين الكي طلع سيت؟ إنه جوليان كل ما يشتغل مع حدا في خناقة يعني فار يخافه طلع سيت بس بالواقع أنت سمعتيني شي مرة عم بحكي عن حدا معايا؟ بس أنا شايفة فيديوات كنت بأنه مشبق بالحكي شمال ويمين قدني كلها مش عيش بتلك مش حدا معايا